بسم الله الرحمن الرحيم هون ان شاء الله رح اقوم بشرح فقرتين من الوحدة الرابعة من مادة اللغة الانجليزية للصف الثاني ثانوي طبعا الاول ثانوي هو نقدر نحكي هو مفتاح للتوجيهة يعني الطالب بيتعلم اساسيات لحتى انه بيكون قائد بالتوجيهة ويقدر انه يستمر نحو هدفه ويقدر انه يتعلم شو بديه يعمل وبالتالي انه بيقدر يسيطر على جميع طاقته ويقدر يسيطر على اهدافه بالنسبة للتوجيهة احنا بننصفه مثل السيارة مثل السايك اللي بالسيارة اول ما بتركب بالسيارة بدك تحط تحزام الامان بعد هيك انت بدك تطلع على الامراية بدك تطلع على القير بدك تحط غيار ثاني الشيء بدك تمشي بالسيارة بالتالي انت بدك تطلع يمين وشمال هيك الاول ثانوي يوجهك انت بتطلع بدك تروح يمين بدك تروح شمال مثل ممكن انت اجاك لقدامك مثلث وانت راكب بالسيارة فبالتالي انت بتفكر بدك تروح يمين ولا شمال فانت قبل لا توصل هذا المكان لازم تكون عارف انت وين رايح انت لازم تكون عارف وين اتجاهك او وين انت بدك تروح بالزبط ايضا لازم تكون عارف الاولويات يعني مثلا انت بدك تحط غماز شمال انت بالتالي كطالب اول ثانوي عارف مسؤوليتك شو يعني غماز شمال وعارف شو انت لازم تنتج من خلال انت شو تعلمت بالاول ثانوي ممكن انت علمت اخطاء بتروح تتعلمها بالاول ثانوي ممكن فيه اشخاص بدي يتعلم من الاسواقب بيروح لك والله على شخص متعلم محترف بيحكو له بدي تعلمني مثل كيف مثل يجي طالب الاول ثانوي بيجي على طالب توجيهي طالب توجيهي بيكون مخلص توجيهي بيصير يطرح له افكار طالب التوجيهي بيصير يعطيه مقترحات بيصير ينصحه بيصير يحكيله بدك تدعس شوية زي هيك وبدك تحط غماز وبدك تحط الغيار وبدك تلف شوية شوية ولازم تضلك ماشا على مسارك وما لازم تنحرف عن مسارك ايضا لانه اذا انحرفت عن مسارك او خلفت السير انت رح تتخالف انت رح تتخالف ورح عقوبتك رح تكون مكلفة فبالتالي ايضا السرعة السرعة انا بدي اوصف الموضوع بالسرعة يعني مثلا انت شو سرعت بالسيارة يعني سرعتك انا بدي اوصف طالب الاول ثانوي بالسرعة لحتى انه يتعلم هدفه بالتوجيه يعني انت كطالب اذا سرعت بهاي السيارة فبالتالي انت كطالب ممكن انك تأدي الى كوارد ممكن ان يصر عندك اثار ممكن بالتالي يصر عندك مشاكل مثل هيك الاول ثانوي الاول ثانوي اذا انحرفت ممكن تعمل مشاكل للتوجيه الاول ثانوي اذا سببت مشكلة بالسير ممكن تتعطل مسيرتك بالتوجيه الاول ثانوي اذا انك ما تعلمت قوانين السير ممكن انت تتخالف بالتوجيه فبالتالي احنا لازم نكون منضبطين كطلاب اول ثانوي لازم نكون عارفين مصلحتنا لازم نكون مخططين هدفنا قبل لنوصل للمكان والله انا بدي اوصل للمكان لازم اعرف شو بدي اعمل بهذا المكان او انا كيف الطريقة يلي بدها توصلني لهذا المكان فبالتالي انت كطالب اول ثانوي بدنا منك انك تكون قائد وبتقود نفسك وبتدير نفسك وبتعرف كيف بدك تمشي بهذا المكان وكيف انت رح تتخلص من كل ازماتك ما حد رح يخلصك من ازماتك العواقب اللي انت بتعملها انت بتتكفلها المشاكل اللي انت بتقوم فيها انت رح تحلها اي اشي رح تعمله رح تلقاه يعني كل اشي بدك تعمله رح تلقاله اثر كل اشي ايجابي بدك تعمله رح تلقاله ناتج كل شيء سلبي بدك تعمله رح تشوف له ناتج سلبي فبالتالي انت كطالب اول ثانوي مسؤول عن نفسك بتعرف كيف تدير حالك او كيف تدير امورك فانت غدا معدلك رح يكون شو انت اشتغلت شو انجزت يعني المعدل يلي بتجيب بالتوجيه هو الاساس او الناتج اللي انت جمعته من 12 سنة للتوجيه من 12 سنة للتوجيه انت جمعته من 12 سنة للتوجيه The first paragraph or the... Yes, the first paragraph, Charlotte de Jordan اللي هو السيدة Charlotte de Jordan تمام هنا بالبداية رح نأخذ مفردات تمام في عندنا هنا مفردات مثل Coach الكوتش اللي هو المدرب الرياضي الكوتش اللي هو المدرب الرياضي موجود بكل نادي Pick Pick معناها عليه Paint معناها يرسم أو رسم Dressage Dressage الفروسية Dressage معناها فروسية أيضا عندنا Quest train Quest train معناها الفروسية أيضا El groom El groom معناها يعتنى مثل Calm Cook Cook معناها يطلع Training معناها التمرين Toad أخيرا عندنا هارول إذا المعاني هاي أنا كطالب أول ثاني ومطلوب مني إني أما أتمرس وبفهم أو بحفظ هيك معاني لحتى بوصل التوجيه بيكون عندي مخزون معاني لحتى أوصل التوجيه بيكون عندي مخزون معاني التوجيه مش شيء مش الشيء الصعب لا التوجيه سهل لكن بدي أدير نفسي مطلوب مني إني أدير نفسي أنا طبيعتي بالعادة إني بقرأ كل سطر. وبالتالي أترجم أو بعقب على النقاط المهمة أو بطرح أسئلة تمام The scene is in London is the London International Horse Show in the 17th of December 2013 and the opening event is research which is a show of skill and communication between rider and horse بيحكي لي المشهد المشهد داسين هو معناها المشهد المشهد الدولي في لندن المشهد إيش؟ المشهد اللي هو عروض الخير معرض عروض الخير تمام متى هذا أصبح اللي هو في القرن السابع عشر من ديسمبر في القرن السابع عشر من ديسمبر من عام 2013 تمام and the opening event opening event معناها حدث افتتاحي حدث افتتاحي is dressage dressage معناها ترويض dressage معناها ترويض أو فروسية مثل ما حكينا فوق ترويض أو فروسية بس هنا نعطر زر إذن dressage معناها ترويض أو فروسية which is show of skill and communication between rider and horse بيحكي لي كمان التي التي تعرض المهارة skill معناها المهارة and communication between communication معناها التواصل between بين rider and horse بين الفارس والخيل rider اللي هو الفارس and horse اللي هو الخيل تمام بيحكي لي into the stadium or a beautiful prone horse بيحكي لي كمان في in the stadium اللي هو الملعب الملعب trots beautiful prone اللي هو بهرول trots معناها بهرول a beautiful prone horse اللي هو حصان بني جميل حصان بني جميل تمام with his rider with his rider اللي هي مع مين مع الفارس أو راكبه بنعنى آخر الشخص اللي راكبه on his pack on his back his back معناها على ظهره his back على ظهره تمام بالنسبة للضمائر هون which a wh question هاي مهمة للتوجيه اي ادت wh question بتعود على ما قبلها اي ادت wh question بتعود على ما قبلها يذن على ايش بتعود which بتعود على opening event his dressage تمام opening event his dressage تمام يذن بنحدد هون تمام في عندنا with his rider his rider بتعود على مين his اللي هو راكبه and his back وظهره his الثنتين بيعودوا على مين على الهورس بيعود على الهورس بتقدر تختاره الهورس من هنا وبتقدر تختاره الثنتين يعني الثنتين كلهم صحيح تمام they stand perfectly still waiting for the music to begin as the first charts are played they start a routine which will break the only record they haven't broken until now بيحكيلي كمان they stand معناها يقفونا يقفونا perfectly still perfectly still يعني بلا حراك يعني بدون أي حراكة waiting ينتظرونا for the music to begin ينتظرونا بدء الموسيقى ينتظرونا بدء الموسيقى as the first charts as the first charts first charts اللي هي charts معناها الأوتار أوتار تمام أوتار الأولى are played شو ما لها played يعني تم تشغيلها played تم تشغيلها they start a routine هم they بتعود على مين they بتعود على على الرائد they بتعود على الرائد تمام هم بدأوا بدأوا الروتين روتين which which هون بتعود على الروتين نفسه تمام will break will break اللي هي تحطيم the only record the only record معناها الرقم القياسي تمام they haven't broken until now اللي هي الذي لم يكسره حتى الآن الذي لم يكسره حتى الآن إذن هم بدهم يحطموا الرقم القياسي الذي لم يتم كسره حتى الآن الذي لم يتم كسره حتى الآن تمام مطالب أوثان وممكن في طلاب بيحكيلي والله أنا ما بدي أحفظه معاني طب انت حر بس التوجيهي بكرة بدك تكتب لي مقال بدك تكتب لي تفكير ناقد يعني الآن التفكير الناقد أصبح على 12 علامة كتابة المقال يعني آخر دورة كان أدي 20 علامة يعني إذا بدك تحسبها 32 علامة فقط يعني أنت كطالب مجبر أنك تتعلم كيف أنك تكتب فقرة مطلوب منك أنك تتعلم كيف أنك تكتب فقرة بالإنجليش تمام إذن هون احنا أخذنا أول البراجراف من القطعة تمام نكمل بيحكي لي this unstoppable team is velgero and his rider charlotte is do jordan إذن هون احنا بدنا نذكر أنه هذا الفريق تمام الذي لا يمكن الذي لا يمكن شماله is velgero velgero and his rider charlotte do jordan تمام اللي هو الشخص أو اللاعب اللي ما حدا بيقدر يوقفه يعني لعب موظوف معنى آخر شو اسمه اللي هو charlotte do jordan اللي هو اسم النص عليه أصلا هو النص يبيلعب على هذا الشخص تمام they are no word اللي هي champions in treseach اللي هم كمان بيحكي لهم شمالهم هم أبطال العالم وين في الفروسية في الفروسية إذن هم أبطال العالم الآن في الفروسية تمام they هون بتعود على مين they بتعود على اللي هو team they بتعود على team تمام بيحكي لي and they haven't been peating for three years تمام بيحكي لي كمان هم لم يتعرضوا لم يتعرضوا لإيش peating peating اللي هي للهزيمة يعني هم ما نهزموا for three years لمدة ثلاثة سنوات إذن كم المدة التي لم يتعرض إليها فريق الفلجيرو اللي هي مدتها ثلاثة سنوات مدتها ثلاثة سنوات تمام she rose to fame at the olympic fame معناها الشهرة هنا fame معناها الشهرة تمام بيحكي لي هنا كمان هي صعدت she rose هي صعدت to fame للشهرة at the olympics وين في الألعاب الولمبي أو في الألمبيات تمام where where حكينا ننذكر مع بعض أي pwh question تعود على ما قبله إذن they أو where of one تعود على olympics تمام الضمائر she الضمائر she تعود على مين تعود على اللي هي charlotte de jardin charlotte de jardin تمام she won هي فازت great be ten first eve gold middle for dressage هي كمان بيحكي لي هون هي إيش فازت تمام فازت بأول إيش بأول ميدالية ذهبية فازت بأول ميدالية ذهبية وين في الفروسية طيب this short هذا شماله هذا يبين هذا يبين أو يظهر everyone that she was a skilled horse woman تمام إذن هي بتبين أو أظهر هذا للجميع أن شماله أنها كانت فارسة ماهرة تمام اللي هي horse woman skilled horse woman لأنها فارسة عندها القدرات عندها المهارة معنى آخر إنها فازت بأول ميدالية أولمبية هي أول امرأة في بريطانيا بتفوز بأول ميدالية للفروسية تمام تمام and she has only got شمالها got Peter since then however Charlotte who is volgero شمال trainer as well as his rider comes from a home full pack ground تمام بيحكي لي أيضا بعد ما هي كانت فارسة ماهرة بيحكي لي has only got Peter got Peter يعني تحسنت صارت أفضل بعد ما حصلت على هذا كل شيء تمام تحسنت من بعد ما حصلت على الـ gold medal اللي هي الميدالية الذهبية تمام however لذلك however معناها لذلك تمام بيحكي لي شارلوت شارلوت هاي اللي اسمها شارلوت شمالها هو is volgero 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 اللي هو مدرب volgero تمام as well as his rider وأيضا راكب comes from a home full pack ground آتوا من وين من خلفية متواضعة خلفية متواضعة تمام إذن هنا عندنا الفقرة الثانية من الفقرة اللي هي شارلوت دو جيرد تمام بالنسبة للفقرة الثانية سخلينا نختار لون آخر تمام بيحكي لي she was porn in a town north town معناها اللي هي قلعة تمام town north أو بيسموها شمال لندن تمام شمال لندن اللي هي منطقة مدينة town اللي هي مدينة وين موجودة في لندن تمام بيحكي لي that is called is infiled اللي هي تسمى مدينة infiled تسمى مدينة infiled إذن البلدة اللي موجودة هاي بشمال لندن تسمى infiled and her love for horses and riding began at the early age of two years old بيحكي لي أيضا هي بتحب هي بتحب إيش بتحب الخيول هي بتحب الخيول and riding riding اللي هي ركوب الخيول تمام شارلوت's mother اللي هي والدة شارلوت شمالها was found found اللي مولت مولت يعني بمعنى آخر دعمت تمام of horses and so she understood شارلوت's love for the animals and her hobby طيب hobby معناها اللي هي موهبة تمام اللي بيحكي لي والدة شارلوت والدة شارلوت شمالها كانت بتحب الخيول تمام أيضا كمان هي كانت إيش كانت بتفهم تمام اللي هي ايش حب شارلوت فوق اللي مين للحيوانات and hair hobby وكانت تفهم كمان أيضا ايش موهبة مين موهبة اللي هي شارلوت هير بتعود على مين على شارلوت تمام السخين مرية اللون فاتح هون أخضر تمام اللي هي شارلوت إذن هير بتعود على شارلوت puff شارلوت parents جميع جميع أبناء شارلوت تمام جميع أبناء شارلوت worked extremely hard to make enough money to found شارلوت بيحكي لي كمان انه الكل او جميع والدي شارلوت extremely hard to make enough money عملوا كثير من المال to found شارلوت بيجون لحتى انهم يعثروا على شغف مين شغف شارلوت بيجون معناها شغف بيجون معناها شغف شارلوت كبرت شارلوت كبرت تمام يعني نمت كبرت مع مين مع الخيول بيجون بيجون اللي هي اخذ الدروس اللي هي الركوب الاحسنة المحلي او مدرسة ركوب الاحسنة او الخيول المحلي ومدرسة 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 الاحسنة ومدرسة وقت ممكن قضت اكبر وقت ممكن اللي هي لرعاية مين لرعاية الخيول اللي هي ايضا لرعاية الخيول التي هي بتركبها لما كان عمرها او منذ كان عمرها 16 سنة شارلوت كانت بتعمل اللي هي في المكان اللي بيقوي فيها الخير of a famous horse اللي هي رجل رجل الاحسنة المشهور رجل الاحسنة مشهور تمام من هو رجل الاحسنة المشهور اللي هو كارل هيستر كارل هيستر كارل اسكت هير تو ويك طلب منها لحتى انه يعمل فورهم تمام as يعني طلب منها لحتى انها تشتغل مر تمام as ايقرون طلب منها انها تشتغل المعم مثل بيحكوها كعريس تمام كعريس يعني كراكب معنا آخر كراكب للخيل تمام كمدير بعد ما هي فازت بالمسابقة كمبتشن معناها مسابقة هيرستر اسكت شارلوت تترين فولجيرو هيرستر سيد هيرستر طلب من شارلوت لحتى انها تدرب فولجيرو فولجيرو اللي هو اسم خيل اسم الخيل اللي بتلعب فيه من او بتلعب فيه شارلوت تمام اللي هما كمان عملوا فريق ممتاز من وين منذ البداية تمام بيحكيلي 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 كمان ايضا تتطور تتطور شراكتهم او تتطور علاقتهم الاباء علاقة الاباء ايضا منذ ذلك الحين يعني علاقتها هي والمدرب كوالد وبنته كوالد وبنته وتطورت منذ ذلك الحين منذ ان فازت فيه ايش المسابقة منذ ان فازت فيه المسابقة تمام شارلوت برجن شارلوت برجن برجن اللي هي شغف شغف شارلوت شغف شارلوت بيحكيلي كمان انه لم يقل يقل النجاح مين نقاح شارلوت تمام يعني شغفه ما بيقلل من نجاحه معنا آخر هي بتتدرب بشكل جدي بتتدرب بقوة طبعا طبعا هي بتحكيلي انه كمان هي بدها لا تزال تمام انها تجد وقت للاسترخاء مع مين الاستخراء للاسترخاء مع فولجيرو اللي هي تذهب لركوب الخيول تمام بيحكيلي كمان هو هذا المكان اللي بتروح عليه لحتى انها تركب الخيول اللي هو قريب من مين من منزل والدها من منزل والدها تمام اذا بتلاحظوا هون شي خير جميعهم بيعودوا على مين جميعهم هذول الضمائر بيعودوا على شارلوت جميع هذول الضمائر بتعود على شارلوت تمام بيحكيلي ايضا بما انه هذا المكان الريف اللي قريب من بيت والدها بيحكيلي منذ منذ اول نجاح عالمي لها هي كانت ايش تحاول بقوة بيحكيلي كمان هي بتقول انا عائلتها واصدقاها ايضا والخيول تمام كان السبب اللي ما يجعلها انها تكون قادرة على البقاء انها تكون مسترخية جم taxation وهو تكون جمن اللي هي ثقة بالنفس شالوت ود بي إيش أستار إنها دائما تقول أو تعرف إنه شالوت رح تكون بيوم من الأيام نجمة رح تكون يوم من الأيام نجمة أستار معناها نجمة إذن هنا إحنا بنكون أنهينا الفقرة الأولى أيضا في عندنا فقرة ثانية رح أشرحها بتسجيل ثاني طبعا بعيد وبكرر أنا أول مرة أنا بصحيح بدرس أول ثاني ولكن أول مرة بسجل حصة أول ثانوي لأنه أنا عندي طالبة أول ثانوي متأخرة فأنا اضطرت أني أسجل إليها الحصة بحيث أنه أنزلها يوتيوب هي بتستفيد وباقي الطلاب بتستفيد لحتى إنها بتوخف لفتها للمستقبل ولحتى إنها بتعرف كيف تتعامل مع المادة من خلال القرارة تمام رح إن شاء الله بالفيديو الثاني رح أحاول إني أشرح الفقرة الثانية ويرطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر